اكد صاحب السمو الملكي الأميوس المان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استمرار المتابعة الدقيقة والمستمرة لتبني وتنفيذ الخطط والبرامج التي تطمن الإدارة الفاعلة لكافة الموارد وفق أهداف محددة تخضع للقياس المستمر بما يعزز جهود الرقابة والمحاسبة والتوظيف الأمثل للمال العالمين لصالح أبناء الوطن ويسهم كذلك في استدامة الموارد تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأكد سموه الحرص على التعامل بحزم مع كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لافتا سموه إلى مواصلة الإجراءات لتعزيز الرقابة والمساءلة والمحاسبة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية في منظومة العمل الحكومية جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله أهل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة أهل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء معالي الشيخ أحمد بن محمد أهل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إذ رفع إلى سموه تقرير الديوان السنوي العشرين لسنة المهنية 2022-2023 حيث أكد سموه الحرص المستمر على تطوير مسارات العمل الحكومية بما يصب في مصلحة الوطني والمواطن وأشار سموه إلى أن حس المسؤولية العالي والحرص الذي تبنيه مختلف الكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين على أداء المهام المكلة إليهم بمهنية وبأعلى مستويات الكفاءة وضمان إدارة المال العام إثقى الأهداف المحددة يدعم عمل الجهات الرقابية في أداء مهمها ونوه سموه بما يتمتع به منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية من كفاءة في مجالات الرقابة إن عكست على مستوى التقارير التي تصدر عن الديوان وما تتميز به من مهنية عالية مشيدا سموه بالجهات الحكومية التي تحرص على تبني أفضل الممارسات في إجراءاتها الإدارية والمالية وفق ما هو موضوع لها من برامج وأهداف بما يكفل حسن الإدارة للمال العام وأكد سموه على الاستمرار في منهجية مراجعة وتحليل الجهات الحكومية لكافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات في تقرير الديوان مشيرا سموه إلى ضرورة مبادرة الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات لتصحيحها فورا وضمان عدم تكرارها من جانبه قال مع الشيخ أحمد بن محمد الخليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن ما تحقق لديوان من تطور ونمى منذ إنشائه يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاء والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأشار مع الشيخ أحمد إلى أن أعمال الرقابة التي أنجزها ديوان الرقابة المالية والإدارية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية مضحا أن التقرير جاء متضمنا للملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل من خلال أعمال الرقابة التي أنجزتها خلال السنة المهنية 2022-2023